وزارة التعليم تعلن عن خطتها لامتحانات نصف العام في ظل أزمة كورونا طبعا في ظل تفاشي الفيروس كورونا الموجة الثانية لكن وزارة التعليم أعلنت جبل كده وما زالت بتصر والنهاردة أعلنت عن خطتها لامتحانات في ظل تفاشي فيروس كورونا تابع معايا الفيديو للآخر على قناتكو التعليمية ميستر مانويل لو ما كنتش مشترك تشترك معايا في القناة عشان يوصل لكل شيء تعليمي وخدمي ولو مشترك دوس لايك ولو عندك أي تعليق اكتبهني وأنا هرد عليك إن شاء الله في الفيديو ده هنتابع كل الإجراءات وكل الحاجات اللي أعلنتها وزارة التربية والتعليم وفي حاجات مهمة خالص بالنسبة للطلاب والطالبات وكمان خاصة بالمراقبين والمشرفين على الامتحانات ونظام إنهما هيدخل الامتحانات إزاي وكل حاجة خاصة نشوف المنشور بجول إيه اللي أعلنته وزارة بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التفكير في امتحانات الفاصل الدراس الأول العام الدراس الحال وذلك للصفوف التعليمية المختلفة سواء في سنوات النقل أو الشهادات أو الدبلومات الفنية ووضع الخطة من أجل سلامة سير الامتحانات في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة جميع القائمين على المنظومة التعليمية أثناء الامتحانات سواء كانوا طلاب أو مراقبين أو مشرفين على سير العملية التعليمية تعقيم جميع اللجان الامتحانات بالمطهرات الكحلية ودأول حاجة العمل تعقيم جميع اللجان بالمطهرات الكحلية تطهير المقاعد الخشبية الموجودة باللجان بشكل كام ووضع بوابات إلكترونية المواقمة على جميع بوابات المدارس التي بها لجان الامتحانات النقطة الرابعة قياس درجة الحرارة لكل طالب على بوابة المدرسة قبل دخول الامتحانات تعقيم كافة دورات المياه بالمدارس تقليل أعداد الطلاب الممتحنين داخل اللجنة الوحدة يعني لو اللجنة كانوا فيها بيبوا 20 هيجلوا للعدد أو مثلا لو كانوا بيبوا فيها 22-25 هيجلوا للعداد دي تحقيق التباعد الاجتماعي بين جميع الطلاب داخل اللجنة الوحدة إلزام جميع أفراد منظومة الامتحانات والقائمين عليها بارتداء الكمامة سواء عن طلاب أو مراقبين أو مشرفية تابع معايا كل الأخبار التعليمية سواء في اللغة الإنجليزية بنجد من كورسات لغة الإنجليزية ومعلومات مفيدة إنجليزية أو المحتوي التعليم والخدم ومشترك في القناة وفعل الجرس على كلمة قول عشان يصلك الجديد إن شاء الله نفيدكم باستمرار اشتركوا في القناة